موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى هدنة الروسية من جانب واحد لست وثلاثين ساعة رفض الأطلسي الأوكراني من المستهدف من إطالة أمد الحرب اتفاق بين صالح والمشري على خريطة طريق جديدة لخرق الانسداد السياسي في ريبيا ماذا عن مواقف الخارج المؤثر دخل وقف اطلاق النار المعلن من طرف روسيا حيث التنفيذ منتصف الجمعة حتى نهاية يوم السبت لكن المؤشرات الصادرة عن القوى والأطراف الغربيين الداعمين لأوكرانيا وعن كييف لا تنبئ بصمود وقف اطلاق النار أو الالتزام به يجدد المسؤولون الروس التأكيد أن واشنطن لن توقف الحرب في أوكرانيا حتى آخر أوكرانيا ومن خلال المعطيات يبدو أن هناك جملة مكملة للتقذي الروسي وهي أن واشنطن لن توقف المواجهة في أوكرانيا حتى آخر يورو يملكه الأوروبيون الهدنة أمر بها الرئيس بوتن بطلب من بطريارك الكنيسة الروسية لكنه لم يمنع الجيش الروسي من الرد على أي قصف أوكراني زعماء الغربي قللوا من شأن الهدنة وكثفوا تصريحات بشأن تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا ورفضت كييف الهدنة وعدتها غطاء لتعزيز مواقف روسيا في المواجهة وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها بصدد الكشف عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن مركبات برادلي القتالية والرئيس بايدن رأى أن بوتن يحاول كسب الوقت وأعلن في بيان المشترك مع المستشار أولوف شولتس عزم بلديهما على تزويد كييف بمركبات قتال مدرعة وبطاريات صواريخ باتريوت فيما أكد الرئيس الفرنسي مواصلة دعم أوكرانيا مواقف قادة الغرب ربما ترجع إلى أسباب عديدة أبرزه أن وقف إطلاق النار ليس لمصلحتهم ولا لمصلحة رؤوس الحرب في أوكرانيا وهي مواقف تشير إلى أن الهدف ليس هزيمة روسيا فقط بل إنهاكها وإضعافها عسكريا وسياسيا وسراتيجيا كذلك سنناقش هذا الموضوع مع ضيفين من موسكو الخبير في الشؤون شرق الأوسط أندريا تيكوف وكذلك من ستوكهول برئيس مركزي شيلر في السويد أولف ساند مارك سأبدأ معك سيد ساند مارك عن الأسباب بتقديرك التي دفعت قادة الغرب إلى رفض هذه الهدنة رفضا وتجاهلها بشكل كامل في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية نواجه مشكلة حقيقية في إصغاء القادة للمواطن الأوروبي حيث نلحظ أن المواطنين الأوروبيين قد نزلوا إلى الشارع لتظاهر ضد هذه الحرب وهي مظاهرات للتنديد بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتردي قطاع الزراعة نتيجة لما يحدث لكن لسوء الحظ نحن تحت سيطرة طبقة أوليغرشية تقوم بإدارة الأمور من دون الاستماع إلى صوت الناس وهي مصابة بالصمم بالتالي في مواجهة أزمة مالية من هذا النوع الإمكانية الوحيدة هي مواصلة الحرب لكسب بعض الأمور ماذا يقول صوت الناس سيد ساند مارك؟ أشعوب الغربية تعاني الأمرين نتيجة العقبات حيث نشهد على رفاع مضطرد في أسعار الكهرباء والغاز وكذلك كلفة التدفئة حيث أن أسعار الغذاء ترتفع بشكل كبير في القطاع الزراعين واجهوا نقصا في الأسمدة وفي سلاسل الإمداد والتوريد كل ذلك نتيجة هذه الطبقة الأهرعشية التي تكترث فقط لشؤون سياستها ولا تستمع إلى صوت الناس والأمر سيان في مختلف بقاء العالم حيث أن العالم يود للطبقة الاستعمارية القديمة أن تلقي آذانا صاغية لما تطالب به شعوب العالم لكنها صماء منذ عقد ولا بل قرن من الزمن واليوم نتحدث عن حرب بدأت تحدث في الاتجاه المعاكس وهذا أمر مخيف بالنسبة إلى شعوب الغرب بالنسبة إلى شبابنا حيث أننا نرى أن جنوب الكرة الأرضية بدأ يبني نظاما مليا خاصا به ويعمل على مستوى البلدان المختلفة لبناء بناء تحتية خاصة به ومكافحة الفقر فيما نحن في أمس الحاجة إلى ذلك سيد أندريا أونسيكوف أصعد الله مساك هل هي لدوافع تتعلق لمناسبة أعياض الكنيسة الأرثوذكسية ورأس السنة الجديدة أم أنها كما قال قادة غربيون روسيا بحاجة لأن تلتقط أنفاسها بعد معارك طاحنة أنا أعتقد أن 36 ساعة ليست كافية لإرسال التعزيزات أو لاستراحة الجنود الروس فلذلك مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الغربيين على ما يبدو لا تتوافق مع الواقع في نفس الوقت كما تفضلتم هذه الهدنة أكتوري حتى بمناسبة عيد الميلاد واحتفالات بعيد الميلاد هي في الصابر من يناير في الكنيسة الأرثوذكسية بكل من روسيا وأوكرانيا وبالعادي عيد الميلاد كانت فرصة متميزة لإيقاف على الأقل بشكل مؤقت العملية القتالية دائما مثلا خلال الحرب العالمية الأولى فلذلك كان هذه التراحات الروسية أنا أرى أن من وراء هذه المخترحات التي بدأ الهدنة توجد هناك قبل كل شيء الرسال الإعلامية طبعا لم نتوقع بأن القوات الأوكرانية ستتوقف من تنفيذ الهجمات تنفيذ الدربات ولكن إعلاميا نحن يمكن أن نقول حاليا للجميع على ما يبدو حتى عيد الميلاد لا تريد سلطات الأوكرانية تستعمل أو تستخدم عيد الميلاد كفرصة لإيقاف اطلاق النار طيب سيد عبدري ستة وثلاثين ساعة كان بالطبع إعلان هذه الهدنة يحمل أهداف وحضرتك أشرت إلى موضوع المعركة الإعلامية أو معركة الصورة بتقديرك سيد أنتكوف هل كسبت روسيا الآن من خلال هذا المشهد أن روسيا تعلن هدنة الغرب يرفض تلك الهدنة ويقول لا سوف نستمر في القتال ولا نريد حتى هدنة لساعة هل النتيجة هي في صالح روسيا من خلال ذلك؟ أنا أعتقد أن النتيجة الإيجابية تتعلق بأن نحن قد بدأنا أن نتحدث حقيقة عن إمكانية وقفة لاق النار في تلك المناطق طبعا هي التجربة الأولى وكما قلت سابقا لم تكن هناك توقعات التفاولية أو المتفائلة حول هذا الموضوع من قبل الجانب الروسي كان من الواضح أن أوكرانيا سترفض هذه المخترحات ولكن هي التجربة الأولى فأنا دائما أقول أن كل العمليات القتالية تنتهي بالمفوضات بجلوس على طول الحوار ولكن قبل بدل الحوار يجب أن تكون هناك إيقاف إطلاق النار أي هدنة مؤقتة ثم دائما وإلى ما هناك وثم ننتقل إلى المفوضات تجربة الأولى ثم ربما سنشاهد المستقبل لتجربة الإضافية ولكن حاليا كما نرى تلك المصادر العسكرية الجديدة الغربية التي أوكرانيا تشير إلى أن نحن مزيد من التصعيد هنا أريد أن أسأل سيد أولف ساند مارك حول رد الفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية وحتى كييف على هذه الهدنة سيد أولف ساند مارك الرد كان عبر تكثيف الدعم العسكري والإعلان عن حزم عسكرية إضافية باتريوت ومركبات مدرعة وعتاد عسكري وحتى أموال كيف قرأت سيد ساند مارك هذه الرسالة بزيادة الدعم العسكري في الوقت الذي تعلن فيه روسيا عن هدنة هل تعتبر ذلك ردا غير مباشر على رسالة روسيا فيما يتعلق بالهدنة شكرا لك كمال على هذا السؤال بالطبع هو رد واضح السيد ستاتنبرغ كالا البارحة في اجتماع مع أهل الصناعة والقطاعات الاقتصادية إن صناعة الأسلحة تعبد طريق السلام لذلك نشهد على سباق مجنون للإسراع في تصنيع الأسلحة وإصالها وإعادة تسليح ألمانيا كذلك وحتى أن اليابان قد بدلت من عقيداتها الاستراتيجية بعد أن انتهجت سياسة عدم التدخل العسكري لذلك يبدو أن الجميع ينسالقوا نحو وضع خطر إلى حد كبير حيث أننا عرفنا كيف أن كثرا يحاولون إجبار السويد إلى دخول في حل شمال أطلسي وشكرا لإردوغان لم نتمكن من الانضمام بعد فالحلف يرقب في إدخال كل منطقة ودول إسكندنافيا إلى هذه الحرب وهذا سيحاول السويد إلى أرض رهينة مثل أوكرانيا فالحلف يستخدمنا كنقاط متقدمة ومدافع متقدمة لانقضاد على روسيا وليس لدفاع عن مواطننا أنا أتطلع إلى هدن أو هدونات مشابهة أكثر في المستقبل فهذه الهدنة تشكل ردا إيجابيا من جانب المتروبوليت ورأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لأن البابا قد أطلق نداء لاستخدام الفاتيكان مساحة وصرحة لتفاوض والفاتيكان هو كذلك مفاوض عريق في مسار هلسينكي وعلى مستوى منظمة الأمن الأوروبية على هذا الأساس نرى هذه المبادرة التي أطلقها الروس كمبادرة يدعمون بطريقة غير مباشرة من خلالها المقترحة الباباوي لاستخدام الفاتيكان ناقلة لمسار السلام كي ينطلق بالشكل المطلوب وبعد ذلك ستكون مفاوضات السلام ممكنة بلا أي شروط مسبقة حيث يلتق الجميع في الفاتيكان وهو مقترح مرحب به جدا من الجانب الروسي أي هذه الهدنة طيب هنا أيضا سيدا سيكوف على ماذا تراهن روسيا في المرحلة المقبلة الدعم العسكري يتكثف باتجاه كييف واضح رغم الصعوبات التي تعانيها كثير من الدول الأوروبية على مستوى الاقتصاد على مستوى المعيشة للمواطن الأوروبي التي أشار إليه السيد أولف ساند مارك رغم ذلك هناك رسالة واضحة ترسلها هذه الدول بالتجاه روسيا أننا مصممون على الاستمرار في دعم كييف وعلى التقديم السلاح والاشتراك في هذه المعركة بشكل غير مباشر أو الاشتراك من الخلف في المعركة سيد أنسيكوف وفق هذه الصورة على ماذا تراهن روسيا في المرحلة المقبلة الاستمرار في القتال إلى ما لا نهاية جزئيا على القالب بسبب أن قلت سابقا بعد إفشال هذه الهدنة على ما يبدو أن نحن أمام مزيد من التصعيد تلك المصعدات الأسكترية الأمريكية التي تصل حاليا إلى أوكرانيا وكذلك كثير من التنبوات أن مع تجميد الأراضي في أوكرانيا وهذا ما سيسمح لاستخدام المدرات الثقيلة مع تجميد الأراضي في أوكرانيا نحن سنشاهده على الهجمات البرية وواسع النطاق من قبل كلا الطرفين هذه الهدنة أصبحت فرصة محتاملا لإقاف طلاق النار ولكن لم نرى ذلك نحن سنشاهده العمليات القتالية وواسع النطاق في الأجهر القادمة هذا فيما يتعلق من وجه النظر العسكري ولكن سياسيا والاقتصاديا أنا أعتقد أننا قد دخلنا قبل شهر شهرين أو ثلاثة أجهر إلى حالة مرحلة الاستنزاف المتبادل بين روسيا من جهة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي من جهة أخرى استنزاف تحاول أمريكا تضعف روسيا اقتصاديا عسكريا تضغط على روسيا عن طريق الأقوبات يعني ضعاف اقتصاد الروسي بسبب أن العمليات القتالية تحتاج إلى الأموال الضخمة كذلك الخسارة البشرية التي تصداد بها روسيا من جانبها روسيا أيضا تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بكل المصالة التي ذكرها ديف من ستوك هولم طيب هنا نحن أمام لعبة عض أصابع الآن دخلنا مرحلة حرجة الطرفان يعضان على أصابع بعضهما ومن يصرخ أولا سوف تكون عليه عواقب كبيرة ليس كذلك هذا صحيح برأي شخصي هذا صحيح من الصعب أن نتنبى من سينتصر في نهاية المطاف في هذه المصابقة لكن سيد أنتكوف لماذا ستصرخ الولايات المتحدة إذا كانت تقاتل بالأوروبيين وتقاتل بالأوكرانيين يعني لا يموت جنود أمريكيون ومن يدفع الثمن هو المواطن الأوروبي وليس الولايات المتحدة بالعكس في الولايات المتحدة حصلت على مكاسب اقتصادية وتجارية من خلال بيع الخام الأمريكي الغالي الثمن بدلا من الروسي إذن الولايات المتحدة لماذا ستصرخ؟ مية بالمية فهذه الأوضاع المشابهة لما حصل في أوروبا خلال الحرب الأعلمية الأولى وحرب العالمية الثانية ولكن في نفس الوقت طبعاً أمريكا ستكتفل ليس فقط بإعدعف روسيا كذلك هناك كثير من التنبؤات بأن أمريكا تصعى لإزالة أو لتخفيض الصناعة في الدولة الأوروبية حتى ربما تفكيك جزئياً على الأقل الاتحاد الأوروبي ولكي يمكن أن تتعامل الأمريكية بالصين دون الدعم الروسي دون مشاركة روسيا في هذه المسابقة الجديدة حول تايوان غير تايوان بشكل هذه المنافسة الأمريكية الصينية فلذلك الهدف الرئيسي ليس فاشل الروسي في هذه العملية الأسكرية بسبب على كل حال نحن نذكر أن روسيا هي دولة الأسلحة النووية ويمكن أن تستخدم في حال نحن نتواصل إلى حافة الإنهيار فلذلك أنا أعتقد أن ما ستكتفي به الولايات المتحدة الأمريكية هو إضعاف روسيا، إضعاف أوكرانيا، إضعاف أوروبا ثم ساطا عاطف باتجاه الصين طيب لنلقي نظرة أيضا ضيوفي إذا سمحتم ومشاهدين على ما يجري داخل المجتمعات الأوروبية كما قال ساند مارك قبل قليل أشار إلى هذه النقطة المهمة مشاهدين إعلان الزعماء الغربيين تكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا يتزامن مع تصاعد التحركات الشعبية والعمالية في دول أوروبية كثيرة رفضا للدعم الأوروبي لأوكرانيا الذي ينعكس ارتفاعا في مؤشرات التضخم وفقدان مواد أساسية من الأسواق في مقدمها النفط والغاز دراسات الاقتصادية تؤكد إغفال مئات المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا نتيجة الأزمة الاقتصادية فيما بدأت كبريات الشركات إجراءاتها لنقل مقارها الرئيسية إلى الولايات المتحدة للاستفادة من المساعدات والتسهيلات التي تقدمها واشنطن لهذه الشركات في فرنسا كما في بريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية تظاهر آلاف الأطباء احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية في البلاد وبعد موظفي النقل علت أصوات أصحاب المخابز ولسيما في فرنسا مع ارتفاع أسعار الطاقة ما يهدد أمكانية تزويد الأسواق بالخبز خلال الأسابيع المقبلة هذا جزء من الواقع سيد ساند مارك الذي تعيش في الدول الأوروبية الروس يقولون نريد هدنة أو نعلن هدنة من طرف واحد الولايات المتحدة والدول الأوروبية وقادة أوروبا يقولون لا نريد استمرار القتال وهذه هدنة لا نريدها نريد أن كما يقول زلنسكي نريد أن تخرج روسيا وتعلن هزيمتها من أوكرانيا في ظل هذا الواقع سيد ساند مارك الذي عرضناه قبل قليل ألا تكون الرواية الروسية التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة لا تريد وقف القتال في أوكرانيا لأنها تريد أن تقاتل بآخر أوكراني وبآخر يورو لدى الدول الأوروبية هذه الرواية بدأت تصعد رغم السردية الغربية لدى الدول الأوروبية والولايات المتحدة والإمكانات الكبيرة في الإعلام والدعاية وغيره أغلب الدول أغلب النخب السياسية فيها العالم دعني أتحدث عن العالم العربي هنا ما تقولون الولايات المتحدة تقاتل بآخر أوكراني وبآخر يورو أوروبي ذلك بالطبع لا يشكل ناكسا لإرادة الشعوب الأوروبية بل هذا ما تطبقه النخبة المالية التي بدأت تستشعر فقدان سيطرة دولار على الاقتصاد العالمي وهي خائفة جدا من هذا الأمر لذلك تسعى بقصار جهدها أن تواصل على هيماناتها وأن تسعى بذلك إلى سحق الصين بعد روسيا هكذا ترغب في مواصلة السيطرة على كل دول جنوب العالم ما يحدث في أوروبا هو مواجهة كبرى الناس يتظاهرون للتنديد بارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار غيثة وبذلك ينددون بهذه الحرب انظروا إلى المظاهرات في براغ في الجمهورية التشيكية مئات الألاف قد احتشدوا في الشوارع وهم كذلك يدمجوا بين هذه النداءات المتعلقة بارتفاع أسعار غيثة وتنديد بإشراءات حلب شمال أطلسي والدعم المطلق للحرب في أوكرانيا لذلك نحن قاب قوسين من الانتقال من مظاهرات تتمحور حصرا حول ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار التدخم ومعدلاته إلى مظاهرات ضد الحرب لسيما وأن دول الجنوب في كوكبنا بدأت تنحو منحا مختلفا وما عادت تمشي خلف الدول الاستمارية بل انتقلت إلى مجموعات إقليمية ودولية أخرى مثل البريكس وحيث نشهد على دول كثيرة تتعمل مع الصين على مستوى مشروعي الطريقة والحديث هي مبادرة مهمة جدا حتى بالنسبة للغرب للنخراط في هذه المشاريع التعاونية بدل تشبثي بهذه الفكرة المجنونة التي تتمحور حول دفاع عن ثروة بائدة وعن فقاعات قائمة على مضاربة ستزول بتأكيد لا بد لنا وأن نفتح هؤلاء القادة ربما من خلال إجراءات إفلاس أو تدقيق مالي فهم لا يستحقون الاحترام لا بد من طردهم من مناصبهم وأن نصونا قيامنا الحقيقية لنصونا مستقبل شعوبنا نصونا تقاعداتنا قطاعاتنا الصناعية ومصلحة الشعب الأهم إذن هو أن نتمكن من انهاء هذه الحرب لنتفادى هذه المشاكل المفتعلة طيب سيد سان مارك ما تقوله مهم للغاية مهم جدا جدا لكن كل ما شاهدناه منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى الآن من تظاهرات من إضرابات عمالية من تنديد بتقديم الدعم بدون أي كنترول يعني لزيل نسكي حتى الأصوات التي في أوروبا وأصوات بعض النخبة السياسية التي دعت لانتهاج مسار آخر في التعاطي مع الحرب وتشجيع المفاوضات والجلوس على طاولة لم تنجح في قلب المسار وبقيت الأمور تجري على تصعيد الحرب وزيادة الدعم العسكري سؤالي سيد سان مارك لماذا هذه التغييرات هذه الاعتراضات داخل المجتمعات الأوروبية لم تؤثر في القرارات السياسية حتى هذه اللحظة لم نرى أي تأثير على القرار السياسي وعلى المسار السياسي الذي تنتهجه أغلب الدول الأوروبية لا أعتقد أن الأمر بعيد المنال ما نشهد عليه هو سيطرة شبه كاملة لوسائل أعلامية طاغية وهو حكم أشبه بالحكم الفاشي عندما يقترن الأمر بالحرب وعندما يتعلق الأمر بالدفاع عن قيمة وراقية لا عن قيمة روح الإنسان هذه أفكار فاشية والمشكلة تتعلق بهذه الفاشية المتأصلة في أوروبا التي تظهر برأسها بين الحين والآخر ولا بد من تفكيكها وإنهيها عن بكرة أبيها لأنها تتحكم ببعض القطاعات التي يسيطر عليها بعض المنتمين إلى الشبكات الناسية القادمة هذا هو الواقع في أوروبا لدينا داعم المنتدى الاقتصاد العالمي الذين لا يزالون يدعمون هذا النهج السياسي وربما يبدلون الملف بين الحقبة والأخرى يتحدثون عن أزمة مناخ مطلقة وعن أن المعمورة باتت تغص بساكنها ولا بد من إفراغها من بعض منهم لإنقاذ الكوكب والمناخ هذه أفكار فاشية بحتة نحن نشهد على مشكلة هوية هنا في أوروبا وهو نضار لا بد لنا ونشارك فيه جميعا على المستوى السياسي لكن أرى أن الأمور بدأت تكتمل أكثر فأكثر هنا في السويد في بعض المنازل يضطر البعض أن يدفعون كاملة بدلات تقاعدهم لقاء التدفئة كل شهر ولا بد أن يختاروا بين التدفئة وبين قوطهم اليومي والأمروسي بالنسبة لمختلف دول الأوروبية لا شك في أن الناس سيخضبون أكثر فأكثر كما أن الصناعيين يحتشدون ويتظاهرون في الشهر في ألمانيا ويطالبون برفع هذه الجزاءات والعقوبات المفروضة على أوكرانيا وإعادة تشغيل أنابيب الغاز واستقبال الواردات من الغاز من روسيا وإيجاد تعاون أكثر رحبة مع روسيا لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتبادلة أصوات نسمعها أكثر فأكثر في أوروبا وأعتقد أننا لازلنا في مستهل الشتاء وهذه الرياح ستغير وشهتها سريعا في الأشهر القادمة ربما ما يجري يؤسس تغييرات عميقة في أوروبا سيد ساند مارك سننتظر ونرى سيد أندري أنتيكوف الآن في ظل إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتصميم الولايات المتحدة الأمريكية على المضي قدما في دعم زلنسكي خفوت أو ندرة الحديث عن الحلول السياسية أو الحوارات أو التفاوض حتى هذه اللحظة الروس روسيا والحلفاء الآخرين وعلى رأسهم الصين لماذا تبدو العلاقة رغم التنسيق المتبادل والتقارب الذي يحكي عنه فيها نوع من الحذر الصين لا تقدم لروسيا دعما مباشرا في أوكرانيا روسيا لا تقدم للصين دعما مباشرا عدل مواقف السياسية فيما يتعلق بتايوان الآن برزت اليابان التي تقول أنني بعد الحرب العالمية تخلصت من موضوع الحد من التسلح وسوف أتسلح لمواجهة الأثنين روسيا والصين في شرق آسيا بالتالي لماذا حتى هذه اللحظة يبدو الطرفان المتضرران من السياسة الأمريكية والمواجهان للإستراتيجيات الأمريكية التي تستهدفهما يتعاملان بحذر في التعاون في هذه الملفات أنا أولا أن أكون صالحا في هذا المجال أولا حجم التباطل التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هو أعلى بكثير مقارنة مع التباطل التجاري بين الصين وروسيا فبتبع الحل الصين تخشى من التوتر وتصعيد الإضافة في العلاقات بينها وبين واشنطن فلذلك لا توجد هناك المستعدات العسكرية المباشرة إلى روسيا في نفس الوقت الصين تدرك تماما أنه في حال وقفت بواحدها غامل الولايات المتحدة الأمريكية أي في حال فشلت روسيا في أوكراديا فبتبع الحال الصين الطالف الصين ستكون مجبرة لتعامل مع التحديات الكل من ناتو والهند وغيرها من الدولة التي تحاولا تجمعها الولايات المتحدة الأمريكية في تحلفات مختلفة ضد بكين في نفس الوقت أما فيما يتعلق بقضية تايوان أنا أيضا أعتقد أن الصين لا تتجرى لبدء عملية التحرير تايوان على القلب بسبب أن البعض يقول البعض يفتكر أن الصين لم تقود الحروب منذ العشارات السنين وما أهم بكثير لم تنتصر في الحروب منذ أكثر من سيد أنتكوف أنت أشرت لنقطة مهمة وهناك مثل مثل في العربية يقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض وحتما الصين التي لديها قرون استشعار استراتيجية وسياسية واقتصادية في العالم تدرك هذه الحقيقة هزيمة روسيا في أوكرانيا يعني تشديد الحصار والمواجهة على الصين ستكون الصعوبات أكبر إذا هزمت روسيا في أوكرانيا هم يعلمون أستاذ الصينيون يعرفون ذلك كثيرا لكن هل سياسة الصين قائمة في أوكرانيا على الدعم السياسي لروسيا فقط وسيبقى كذلك على ما يبدو ليس فقط سياسي بل كذلك الاقتصادي فيما يتعلق بتطوير بشكل نوعي العلاقات الاقتصادية مع روسيا ليس صرا أننا نحن فاتشهادنا تخفيض النوع في التباضل التجاري بين روسيا ودول الغربية منذ عام 2014 بعد اندمام القرم للأرادة الروسية فبعد ذلك نحن نشاهد أن العلاقات الروسية الصينية الاقتصادية والتجارية أصبحت تتعمق وبشكل صريح جدا وخاصة مع بدل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الصين أصبحت شريكا مهما شريكا تجاريا مهما بالنسبة لروسيا هذا ما يصبح لتمويل العمليات القتالية هذه التجارة بين موسكو وبكين يصبح لتمويل العملية القتالية في أوكرانيا من قبل روسيا لتمويل الجيش الروسي فلذلك الصين أصبحت بديلا جيدا لأوروبا التي روين تخرج من العلاقات الاقتصادية مع روسيا سيد سان مارك سأختم معك بموضوع التحالفات الدولية على هذه الساحة العالمية بشكل عام الحديث عن قوى صاعدة عن تحالفات تسعى لتغيير في بنية النظام الدولي ولنظام عالمي جديد قائم على قطبية متعددة وغير ذلك هل تعتقد سيد مارك أن ما نعيشه الآن في أكثر من منطقة في العالم شرق الأوسط جنوب شرق آسيا شرق آسيا أوروبا كل ما نعيشه في هذه المناطق من العالم هل تراها نوعا من مقدمات التغيير في بنية النظام الدولي أم أن السيناريو البديل الآخر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فرملت ذلك تماما ما نرى في أوكرانيا في تايوان تسليح اليابان إلغاء القيود المفروضة على ألمانيا من حيث التسل كل هذا سوف يمنع حدوث أي تغييرات تسعى إليها قوة صاعدة شكرا سيد كامال هذا سؤال شكرا لك سيد كامال من جديد على إثارة هذا السؤال هام هذا هو تحديدا ما يحدث الآن ولذلك تراني متفائلا حيال هذا العام المقبل نشهد على فوز تراكمي للقوى دعية إلى الانتقال نحو عالم المتعدد الأقطاب ومع هذا أساسا من الممكن أن نعود إلى أحديات القطب لقد تفلت جنوب العالم من قبضة شماله وبدأ ينحو منحة التنمية الاقتصادية الهائلة وبطريقة سلمية رأينا كيف أن الولايات المتحدة الملكية قد خسرت في أفغانستان وأعتقد أنها ستمنى بخسارة موازية في سوريا وأنا بالطبع متفائل حيال إمكانيات السلام في سوريا فقد زرتها أربع مرات وأنا مسرور حتى لإمكانية استناف العلاقات السلمية بين سوريا وتركيا وهذا سيشكل إسفنة آخر يدق في النعش الأمريكي في سوريا وهذا يؤكد على أن ذلك سيسرع واتيرة الأحداث التي تدرها في أوكرانيا ستحاول هذه القوى ميرانا وتكرار إلى أن تخسر وأن تخسر منطقة تلو الأخرى كما حصل في ليبيا وفي مناطق أخرى تركتها في حالة من أخرى شكرا جزيلا سيد أولف ساندمارك رئيس مركز شيلر في السويد كنت معنا مباشرة من ستوك هولم سيد أندريون تركوف الباحث في شؤون الشرق الأوسط من موسكو أيضا أشكرك جزيلا شكرا شاهدين سنتوقف مع فاصل قصير بعده نتحدث عن الاتفاق الذي جرع الأخارة الطريق في ليبيا والذي جمع عقيلة صالح والخالد المشري في القاهرة بعد الفاصل مجددا حياكم الله كثافة مبادرات حيال الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا حالة تشرد من وانقسام تنتظر توافقا داخليا وخارجيا واصطغياب التوافق والإجمع رئيس مجلس أنواب الليبي عقيلة صالح خلال مؤتمر صحفي في القاهرة قال إنه جرى التوافق مع رئيس المجلس الأعلى لدولة خالد المشري على خريطة طريق جديدة سيعلن عنها في الأيام المقبلة خلال اجتماع داخل مشيرا إلى أنه جرى التوافق على أغلب المواد الدستورية محل الخلاف بغية إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن من جهته أكد المشري أن خريطة الطريق جرى الاتفاق عليها بالتشاور مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشيرا إلى أن الإعلان عنها سيجري بعد التشاور مع البعثة الأممية البعثة بدورها حثت مجلس النواب والأعلى للدولة على الإسرع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي وشددة على الحاجة الماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضل تنظيم الانتخابات في العام الحالي والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللطقة شاهدين أن نناقش هذا الموضوع مع الكاتب والصحفية والباحثة في الشؤون الإقليمية والدولية سيدة هند الضاوية التي تطل معنا الآن من القاهرة سيد سيدة هند الضاوية حياك الله صعب الله مسائك أريد أولا أن أستفسر عن مدى جدية هذا الاتفاق والذي يدفعني للحديث عن الجدية أولا لا نعرف تفاصيل خط الطريق لا نعرف رأي الحكومة الحالية حكومة الدبيبة فيها لا نعرف الآراء الدولية حولها تم القول بأنها خطوة جيدة لكن هل يمكن اعتبارها مفتاح جدي فعلي لحل الأزمة الداخلية في ليبيا بعد تحيال حضرتك والمشاهد يعني عمليا وعلى الأرض أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك خارطة طريق حقيقية تم الاتفاق عليه ما بين مجلس الدولة في ليبيا والبرلمان خاصة أن الاجتماع الذي استضافته القاهرة يعني مؤخراً لم يأتي برغبة مشتركة من الطرفين ولكن جاء بتهديد من البعثة الأممية في ليبيا وقد هددت البعثة الأممية المجلسين إنهم إذا لم يجتمعا ويتفقان على قاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات ستبحث البعثة طريقة أخرى لتمهيد الداخل الإيبي للانتخابات في المرحلة القادمة وبالتالي هو مجبر أخاق لبطل أنا لا أعتقد أن هناك خارطة طريق واضحة إلا إذا كان هناك خارطة طريق قديمة كان تم الاتفاق عليها بين المجلسين العام انتخابات ديسمبر عام 2021 الآن أنا لا أعتقد ذلك خاصة أن القلاب والرئيسي على القاعدة الدستورية ألمح السيد عقيل صالح وسيد خالد ماشري أنه ما زال موجود في بين أو اثنين يتعلق طبعا بطريقة اختيار مرشحين الرئاسة في ليبيا وتحديدا العسكريين ومزدوجي الجنسية وبالتالي هو اجتماع روتيني ربما الإيجابية الوحيدة فيه حتى الآن أن القاهرة استطاعت الحفاظ على نسبة أو توافق نسبي معقول ما بين المجلسين في الظروف الرهنة ولكن ليبيا تعاني بشكل عام من فرط المبادرات حتى الآن نستطيع أن نتمس حلحلة اللقاءات في ليبيا يعني العام الماضي جرى كذلك لقاء بين الجانبين وتم الإعلان على أن هناك توافق وإلى آخر ولكن على أرض الواقع لم يتم تحقيق أي شيء الآن ما يثير الريبة والشك وهو ما تفضلتي به هو أن خارط الطريق يقال لنا بأنها ستعلم في الداخل ليبيا وليس الآن ثم يقال بأن هناك نقطة تم الخلاف حولها هي موضوع وهي ليست نقطة بسيطة بالمناسبة يعني موضوع عدم ترشح العسكريين للرئاسة أو مزدوجي الجنسية يعني هذه تشير إلى خليفة حفتر بشكل مباشر أو لمن يحمل جنسية أخرى وبالتالي ماذا يمكن القول سيدة هند الضاوي عن مستقبل هذا الاتفاق يعني في تقدير الشخصي أن التفاؤل حذر جدا وربما يكون حتى الخرص محدودة لعدة أسباب أن الأزباب في ليبيا لا تتعلق فقط بالأطراف المتصارعة لأن كل هذه الأطراف مرتبطة بأجندات دولية ولا أعتقد أن الوضع الدولي في الظروف الرهينة وخاصة بعد ما شاهدنا في أوكرانيا وزيادة الصراع ما بين روسيا وما بين دول حالفناتو وأمريكا من جانب آخر كل هذه الدول مؤثرة ومنخرطة ومتواجدة في الداخل الليبي وأصبحت اللعبة في ليبيا أكبر من الأطراف الداخلية وحتى الإقليمية وبالتالي الظرف الدولي بشكل عام لا يسمح بإجراء هذه الانتخابات في المرحلة الرهينة هذا بالنسبة للوضع الدولي الوضع الإقليمي ربما البعض اعتقد بأن التفاهمات مؤخرة ما بين مصر وتركيا يمكن أن تؤدي إلى الحلحلة الداخلية ولكن ما أرى يعني ما أشاهده أن الحلحلة ربما جاءت في عدة ملفات تتعلق بملف الإخوان المسلمين بشكل عام ملف الاستثمار والتبادل التجاري ما بين مصر وما بين تركيا مصر مع تركيا على تقاسم المصالح في الداخل الليبي احترام المصالح المشتركة تركيا ما زالت مصرة على الاحتفاظ بالمرتزقة والعسكريين الخاصين بتركيا في الداخل وبالتالي الأزمة الوحيدة التي ما زالت تعيق تطبيع العلاقات بشكل كامل ما بين مصر وتركيا هي قائمة وهي ليبيا وبالتالي الزرف لا يسمح أيضا الأطراف الداخلية كل منهم يبحث عن مصالحه بالإضافة لا يوجد شرعية مكتملة لأي كيان أيا كان الكيان سواء في الشرق أو في الغرب وبالتالي أنا أعتقد أن الظروف ليست مهيئة وهذا ما قال عقيلة صالح في المناسبة أمس في المؤتمر الصحفي وهو يتحدث عن ضرورة تمهيد لوجستيات معينة وظروف أمنية معينة واجتماعية معينة وتحقيق مصالحة وتوحيد السلطة التنفيذية يعني يكون هناك حكومة واحدة متفق عليها ما بين الداخل الليبي والمجتمع الدولي هل الوضع الراهي يسمح بذلك أنا لا أعتقد ولكن الفكرة سأت بأن هناك رغبة في البعثة الأممية أو لدى البعثة الأممية باختيار مصار آخر ربما اللجنة لا تم تشكلها من 75 عضو لاختيار الحكومة أن تجتمع مرة أخرى ويتم اختيار مرشخ آخر هذا ما دفع مجلسي يعني البرلمان والدولة للاجتماع للقبض على هذه القطوة وهذا أيضا ما دفع الصلابي لعقد لقاء تشهوري في أسطنبول جمع فيه الجماعات الإسلامية بشكل عام ليكون لديهم مصار آخر بديل أو يفردوا نفسهم كورقة في العملية السياسية في نفس الوقت كانت دعوة من المجلس الرئاسي للاجتماع داخل ليبيا لإزالة الجمود في الحلقة السياسية ودبيبة كان له موقف بأن اجتماع سأتحدث عن عبد الحميد دبيبة لأن عبد الحميد دبيبة عطل اتفاق سابق رفض تسليم السلطة والآن يبدو أنه يعني سيقوم بالشيء ذاته خاصة أن عبد الحميد دبيبة قدم قربان من أيام فيما يتعلق بقضية لو كربي سأتحدث عن عبد الحميد دبيبة مشاهدين وأيضا سيدة هند الضاوي وأيضا لقاءات اللقاءات الليبية التي جرت سابقا مشاهدين منذ تعليق التواصل بين الجانبين بسبب خلاف بشأن إنشاء المحكمة الدستورية فضل مجلسات دولة والنواب استناف لقاءة مخارج ليبيا على الدعوات إلى جلسة حوار في غدامس في الحادي عشر من الحالي وبعد تعذل لقاء قبله دعا إليه المبعوث الأممي في مدينة الزنتان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة هاجم رئيسي مجلس النواب والدولة بشدة محذرا من احتمال عقد اتفاق وصفه بالمشبوه لتعطيل الانتخابات وتمديد المراحل الانتقالية بهدف البقاء في السلطة في موازات ذلك كانت إسطنبول محطا لمسار آخر عبل لقاء قبل يومين جمع شخصيات سياسية ليبية عدة منظموه متناغما مع جهود الأمم المتحدة في السعي لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية وشروط اختيار رئيس البلاد ورئيس السلطة التنفيذية فهل باتت الأجواء الاقليمية والدولية مؤاتية لإخراج ليبيا من أزمتها وماذا عن موقف حكومة بيبة وأنقر التي تدعمها وماذا عن مواقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا الحاضرة في الأزمة الليبية ربما ضيفتنا سيدة هنت تفيدنا حول مواقف الكل أنا قراءة بيان أو تصريح لمسؤول أمريكي يرحب بما جرى في القارة ويعتبرها خطوة يمكن التأسيس عليها لاحقا ماذا كذلك عن مواقف الأطراف الأخرى سيدة هنت حكومة دبيبة تركيا من خلفها واللاعبون الآخرون يعني مبدئيا حكومة دبيبة أو دبيبة شخصيا وليس حكومته بشكل كامل وهو مشروع تركي تم تقديمه كبديل عن الصراج في مرحلة معينة أثناء اختيار حكومة أو حكومة واحدة وطنية ولكن تركيا وتاريخها في ليبيا منذ الصراج وحتى بشعاغا كان رجل تركيا بالحاج وكثير والصلابي وغيرهم تركيا لا تتمسك بأشخاص في تركيا في ليبيا هي تتمسك بمصالحها أو حينما تزيد الضغوط على شخص ما تختلق البديل سريعا وتعيد الكرة مرة أخرى في مقابل الحفاظ على مصالحها بمبدأ برغماتي واضح وبالتالي إدبيبا هذا هو السبب الأساسي الذي دفع عبد الحميد إدبيبا للتوجه نحو أمريكا لأنه يعلم إذا زادت الضغوط عليه في المرحلة الراهنة لتغيير الحكومة أو استبدال الحكومة أو حتى زيادة الدعم البشعاغا ربما تتخلص منه تركيا كما فعلت معه سابقين ولكن هناك نقطة هامة حينما تم تأجيل الانتخابات العام الماضي كان هناك خطوة للبرلمان لاختيار حكومة جديدة انقسم عليها المجلس الأعلى في ليبيا بعض الأعضاء وافقوا على بشعاغا طبعا نظرا لأنه من الغرب ولديه علاقات كبيرة في مصراتا أو من مصراتا تحديدا ولكن كان هناك موقف غريب للولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بصفة على اعتبار أن الأمم المتحدة دائما تسيطر عليها بريطانيا وأمريكا في البعثة الأممية يعني الخاصة بليبيا كان لديهم موقف غريب بأنهم تمسكوا بشكل واضح بحكومة إدبيبا وهذا ما دفع إدبيبا للاستمرار في الممطلة لإجراء الانتخابات رغم أنه وضعه ليس قانوني ولا أخوة هنا بشعاغا وضعه قانوني تأخرت الانتخابات عام كامل سيدة الضاوي ولكن تقديم إدبيبا المتهم أو المطلوب لولايات المتحدة الأمريكية في قضية لوكربي كان مثير لكثير من التساؤلات حول الأهداف التي يسعى إليه عبد الحميد إدبيبا من وراء التقرب والامتثال للأوامر الأمريكية في المرحلة المقبلة هو سيتمسك بالحكومة رغم عدم شرعيتها الآن؟ هو حقيقي الموقف مثير للإشمئزاز وليس فقط للإستغراب أن تسلم مواطن ليبي أي أن كان متهم فئة داخل ليبي لأمريكا على أساس أنه زالت يعزز من كروتك في العملية القادمة أو حتى الاستمرار في الوضع الراهن لا تنسى أن كثير من الأطراف في ليبيا وأنا في تقديره أيضا عبد الحميد إدبيبا لا يرغبون في إجراء الانتخابات في المرحلة الحالية لأنها لا تصبح في مصلحتهم والنقطة الأساسية سبب تمسك أمريكا أو دعم أمريكا بشكل واضح لعبد الحميد إدبيبا هذا أعتقد مشروع يعني بديل عن سيف الإسلام الذي عاد مؤخرا للانتخابات في ليبيا ولديه شعبية كبيرة ولديه دعم روسي عرير وبالتالي أمريكا تحاول أن تبحث عن مشروع بعيدة عن الإخوان المسلمين يعني يعزز أو يمثل مصالحها في الداخل الليبي والمصالح الغربية في المرحلة الراهنة في مواجهة سيف الإسلام والنقطة الأساسية والرئيسية يعني الواضحة في تأجيل الانتخابات المرة السابقة هي شعبية سيف الإسلام التي أصبحت طاغية في ليبيا ودخوله في حماية القوات الروسية وإعلان روسيا تأيدها له وبالتالي أنا أعتقد أن الأطراف مجرد عرائس مارونات المسيطر الأساسي على المشهد في ليبيا هي القوى الكبرى سواء كان الغرب من ناحية وروسيا بدرجة أقل طبعا أن لديها أطراف تدعم التواجد الروسي ولا تنسى أيضا أن القنزافي دفع ثمن حكمه في ليبيا بسبب صفقة سلاح كان عقدها مع ساركوزي في مرحلة ما ثم لغاها القزافي أو أبناء القزافي عقدوها مع فرنسا ثم لغاها القزافي وتوجه إلى روسيا وكان هناك مشروع مجلس الأمن التدخل في ليبيا تلاعبت القوى الغربية على روسيا ولذلك الصراع قديم ودفين وفي النهاية مهما تعدد الأطراف وتلاعبت لا تستطيع أن تفعل شيء بدون القوى الكبرى سيدة هند الضاوي الكاتبة والصحفية والباحثة في الشؤون الاطمية والدولية من القاهرة أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات وعلى هذا التحليل للملث ليبيا شكرا جزيلا لك برسي شكرا جاهدين المسائية انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة